برحب بحضراتكم من مطبخ الحكيم برحب معاكم بضفة الدكتورة هبة المغربي أخصائية التغذية العلاجية مساء الخير هبة زيك ورق إيه إحنا النهاردة تكلمنا على المراهقين وعلى مشاكلهم ومعاملتهم والحقيقة إحنا عايزين نربط ما بين تغذية المراهقين وما يحدث لهم من تأثيرات مشاكل كبيرة مشاكل كبيرة هم دلوقتي بيبقوا منطلقين بيخرجوا بيبقوا لوحدهم هم اللي بيختاروا أكلهم بنفسهم طبعا كلنا عارفين الاختيار ده غالبا في 90% من المواقف بيبقى وجبات جاهزة اللي بنسميها الجنك فود بسرعة كده لأنه برضو جبنا سريتها في حلقة قبل كده إيه هي عيوب الوجبات السريعة عشان باقتناع وبعلم مش مجرد لا يا ولد ما تاكلش لا لازم أفاهم فبدال هو طبعا السنة المراكبة ده يعني مرحلة مهمة جدا من عمر الإنسان علشان بينتقل من مرحلة مول طفولة اللي بيبقى شباب شاب يعني أموه أو شاب فهما بيفتقدوا بإحتاجاتهم للعناصر الغذائية بالمفروض أنها تزيد من ناحية سعرات ومن ناحية فيتامينات ومعادن يعني سواء بقى أنا هقول إيه الكالسيوم الحديد كل الكلام ده فالوجبات السريعة دي كلها بتفقد العناصر اللي هي المهمة دي بتسبب زيادة في الوزن سمنة بيبقى فيه سوق تغذية بشكل عام فنقص العناصر ده ممكن يعمل لهم مشاكل كتيرة منهم أن هما ما يركزوش في المدرسة تلاقيه الولد جاهز يعني أثر على أداءه الدراسي طبعا الدراسي والأداءه اليومي بتلاقيه مرحق على طول الفتيج بيجي له نقص حديد البنات في حين أنه هو فاكر أنه كل كويس لا كل كويس ده سعرات كله شبع ده سعرات ده سعرات لا خالص بيبقى كله نقص تمام اعيوب تاني في وجوة الجهزة تبقى فيها ملح كتير مثلا السوديوم دهون كتير الدهون هي سببت الزيادة في الوزن والكوليسترول العائل الملح كتير الدهون من نوع المشبع اللي احنا بنكرهه وما بنحبه والسوديوم اللي هو الملح كولوريد السوديوم اللي هو بيسبب أمراض الضغط بنشوفها كتير برضو في السن ده بدأنا نشوف شباب عندهم 20 سنة أو 22 سنة وهايبرتنسف والكوليسترول العائلي طبعا برضو بيبقى فيه كمان البنات بيبقى احتجاتها للكالسيوم زيادة فيما بعد هيأثر على على عدمها يعني ما كل الكلام ده والحديد ده قنا وقنا بدأت جيلها الدورة الشهرية وبدأت تفقد دم فلازم تعوضه وعشان الحديد ما يحصلهاش أنيميا نقص الحديد ايوة ما أنا قلت الحديد برضو نخش بقى على الأكل الصحي وازاي نغريهم به نقدمولهم بالطريقة اللي يحببهم فيه هو المفروض الطبيعي أن كل الأولاد في البيت يأكلوا الأكل الطبيعي بتاع البيت يعني مفروض أنهما ما يعترضوش يعني بس إيه اللي حصل فعلا زي ما حضرتك قلت أنهما بيتجهوا أكتر للأكل الجانك واللي يحبوا يطلعوا مع أصحابهم يروحوا بيبقى فيه حتة عناد شوية فإحنا لازم نوعيهم ولازم الأم تحاول تشوف ونقدم لهم برضو نوعيشه بس نقدم ما هذا اللي أنا بقوله الأم لازم تشوف أولادها بيحبوا إيه وممكن تعمل تعملهم بطريقة زي إيه بقى معاكي إنه لا ده دي لسه أنا هقول عليها بس أنا ممكن نقول إيه البدايل اللي ممكن الأم تعملها يعني مثلا هما بيأكلوا بيتزا البيتزا هي ممكن تعملها تعملها بجبنة بقى قليلة الدسم شوية تتحكم في المكونات أيوة تتزودوا الخضار هما دي لك هما ما بيركسوش في حتة الخضار ما بيركسوش في حتة الفكهة يبقى أكلهم بيتزا بس حطوهم جواها الحاجات المفيدة جبنا شوية قليلة الدسم علشان حتة فراخ مثلا جنبري لو في تبقى هي بقى الحاجات اللي هما بيحبوها تحاول تعملها البرجر مثلا ممكن نجيبوا لحمة لين خالص صافية نعملها ونشويها فهاش دهون ونعملها ونشويها وعملها في شكل بيرجر واجيب له عيش البرجر كل حاجة ونعمل دراسنج زريف ونحط الخاص نحط الطماطم يعني نحط أحاوله السندويتش صحي بالزبط السودا اللي عايزة تكلمة علميها الغازية هما طبعا يعني أنا اتوتلي أجانس حاجة زي كده لما بشوف حتى طفل أنا بزعل عليه والأجيال الجتيرة اللي طالع دي احنا كلنا ضدها كله بقى شاشة عظام بيتعودوا من صغرهم يعني احنا ممكن نعود نعود الكلام ده مثلا ممكن نجيب ووتر والنكهة مية يعني ونحط لها مثلا شريحة لمون شريحة موتقان أو عصائر مغزية آه يعني نحاول نحاول نحن ندي بديل ترديهم شوية أنا ما بقولش ان احنا ما ناكلش جنك يعني احنا ممكن يوم في الأسبوع هنطلع مع أصحابنا أو مع أهلنا ناكل بس مايبقاش دي عادتنا كل يوم لأنه انتو هتعانوا هتعانوا بعد كده في الكبر يعني ده بجد لازم نوضح لهم دي آه اه زبت كده طيب ايه بقى الحاجات اللي بتاعي صح حاجات آه يعني أنا بقول مثلا الواقبة الفطار اللي هي مهمة جدا آه اللي هو كل الجيل ده ما بيعملهاش وبينساها وبينساها فاحنا ممكن لو احنا دينا حاجة تدي طاقة الصبح لازم طبعا مصدر الطاقة بتاعنا هو ايه النشويات فندي حاجة مثلا تجربانهم عيش بني اه التوست البني احسن هيبقى مع مثلا بروتين مع كباية عصير العصير البرتقان ده بيدي برضو فيه فيتامين سي انا شايفه رائعة يعني ثلاث تشتيات وبطين معمولين اوملت وشوية خضار والفيتامين سي بيدي عصير البرتقان الطازة اه بيدي انرجي ممكن كمان لو هما مستعجلين او كده ممكن ندي طمر ولبن ممكن نعمل مشروب حلو قوي سوداني مع اللبن ونحط معلقة عسل وجربوه هو حلو قوي اه انا جربناه على فكرة في حلقة قبل كده نضربهم مع بعض اه في الخلاط السوداني معلقة عسل ولبن الموز طبعا من الحاجات اللي بتدي طاقة برضو كويسة لو حد ما عندوش وقت انه هو يفطر اه ممكن ياخد موز مثلا موز مع اللبن نفس الخصة الفشار جيد سناك سناك وجب بيناية كده حلو تصبير حلو كل الشباب بيحبوا الفشار الدورة مفيدة عموما على فكرة اه طبعا وكل يعني فيتامينز كتيرة يعني ممكن ياخدوها كسناك وهم عادين قدام تلفزيون بيتفرجوا على موفي كده ممتاز يعني الكلام ده كله سهل انه اي أم ممكن تطبقه في البيت يعني عشان برضه وقوفر وكمان بيسألوني كتير على مشروبات الطاقة مانا كنت لسا اسأل حضرتك على ايه الأكل اللي ممكن يديهم طاقة لما يروحوا الجيم ينزلوا يلعبوا كورة يلعبوا رياضة وانتي قلتلي كلمة الطاقة ومشروب الطاقة دي مرتبطة بالسؤال ده اه هي طبعا اللي بيدي طاقة مين لي النشويات فاحنا دايما بنركز ان احنا ناكل لو احنا بنلعب رياضة هنيجي ما ناكلش قبل الرياضة على طول هنأكل قبلها بساعتين تلاتة ناخد واجبة فيها نشويات عالية بروتين قليل علشان ما يوخموش وقبل الرياضة بنص ساعة ممكن ناخد صمرت فاكهة او كده تدي طاقة كويسة مشروب الطاقة ده انا ضده تماما اه انا بعمل مشروب طاقة في البيت ممكن قديه زي ما وردتنا اه لا فيه وفيه مشروبات وليها مأدير بنعملها احنا اه انما مشروب الطاقة اللي هو بيتباع في السوبر ماركت ده انا ده كل مشاكل كل مشاكل اه كل مشاكل بيجيب يعني حتى بيأثر على نفسية وسلوكيات الولد يعني بيجيب مشاكل في الكبد بيعلي الضغط يعني انا انا اتوتي اي جنس ما نصحش اي حد ان هو يشربه ولو عايزين مشروب طاقة بنعمله في البيت انا اسمع ان هو بيخليهم يعني نيرفوس اجريسي باري اجريسي ما انا بقول لحديتك بيعمل مشاكل نفسية وسلوكية بيشابه منه اللي معهم قدرة مادية بيشابه منهم اكتر من مرة في اليوم لا هو المفهول ما يتشربش منه خالص خالص اه عشان فيه ناس كتير بتسأل على الموضوع ده طب يعني غير حكاية النرفزة ايه المواد اللي فيه خطر عشان برضو ننذبههم اكتر ما انا بقول لحديتك هو فيه سكريات كتير قوي فيه بيعالي الضغط بيأثر على الكبد كمان ده لكل الناس ولا للشباب بس مراحقين بس لا لكل الناس ما يشربوش الانرجي درينك يعني هو بالنسبالي انا توتلي اجنست يعني انا ما قدرش انصح بيه اي حد احنا ممكن لو عايزين انرجي درينك ممكن مرة في اي حلقة من الحلقات اكتبلكم مأدير انرجي درينك امن ان شاء الله ان شاء الله انا بديل عبت الكورة على فكرة طب انت يعني شايفة انه بيأثر على كل الاعمار لكن هيأثر على المراهقين اكتر اه ده اكيد عشان في سنهم اكيد هم اصلا بطبعهم نرفس وعناديين فيعني احنا احنا شعزين نزا اه شعزين نزا طب انت كلمتين على الفطار يا طرى برضو اقتراحاتك للوجبة الرئيسية في البيت برضو هي اكلة متوازنة لا انا عايز اقرب شوية من الاكل اللي بيحبوه هل عندك اقتراحات اه عند اقتراحات زي ما قلت اقتراح البيتزا البيتزا والبرجر ممكن نعمل شاورمة حلوة قوي فهيتة يعني نطب الفراخ كويس قوي ونعملها ونحط معها بقى الخضروات بالفلفل بلاجة جميع ألوانه وتتعمد وعايزة تحط تنكه الاكل كويس عشان يحبوه تعملوهم مثلا انتمية تعملوهم ودوارك أصل الشركات والمطاعم بتلعب في الحتة دي جامد عشان الطعم فهو يرتبط مراكيهات الطعم اللي هي ده بيشتغلوا فيه كتير قوي في المطاعم وده من الحكاة اللي بتسبب سوق تغذية برضو اللي هو كنا بنتكلم عليها في الاول طب ما انا اطعم الاكل بالبهارات الجميلة بتاعتنا وكلها مفيدة يعني تكلمتين عن الكوركم قبل كده وكلمتونا عن سبايسز عموما انها مفيدة بكميات قليلة قليل من الشطة برضو يمشي الحال ده جميل قليل من الشطة ده باري باري قليل بس قليل طبعا بشكرك يا دكتورة دورتين وقفتين كعادتك اتمنى تكون حلقتنا النهاردة كانت مفيدة وممتعة عليكم واتمنى نكون قدرنا نكشف لكم كل الجوانب في حياة المراهقين عشان تقدروا تتعاملوا مع اولادكم وبناتكم بطريقة مناسبة لسنهم والجلهم ويبقوا احسن ما بتتمنوا ليهم لو تعرفوا اي ابا وام بيعانوا مع اولادهم في مرحلة المراهقة قولوا لهم يشوفوا حلقتنا النهاردة على اليوتيوب ولو عندهم اي اسئلة عرفوهم صفحتنا على الفيسبوك عشان يبعتو لنا كل اللي بيدور عقلهم واحنا ان شاء الله هنجاوبهم عليه دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة اشوفكم في حلقة جديدة بكرة والحد ما اشوفكم ليكم مني ارق التحيات واشوفكم عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة